يا أهلاً وسهلاً بكل حضراتكم حلقة جديدة منديال 2022 نهاردة يوم حافل يوم حلو تفرجنا فيه على حاجات حلوة كتير ولسه في انتظار الأحلى والأمتع في اللي جاي فكاس العالم المفاجآت لم تتوقف عند فوز السعودية على الأرجنتين وهو فوز عريض جمع العرب كلهم على فرحة بقالنا كتير ما شفناش وتحديداً في المونديال وما كنتش متصور الحقيقة أنه الشعوب العربية كلها هتبقى متجمعة كده وراء منتخب بيلعب في كاس العالم حتى لو ما لكش علاقة وحتى لو منتخب بلدك مش هناك لكنك بتفرح وبتتعاطف مع منتخب السعودية وده شفنا النهاردة ومبارح على مدار اليومين يعني في كل مواقع التواصل الاجتماعي فرحة المصريين ومش بس المصريين مصريين وتوانسة ومغربة وعرقين واردنين كل العرب مبسوطين جداً بفوز السعودية على الارجنتين النهاردة حصل فوز جمع الناس برضو بس مش محبة وعروبة وحاجات كده إنما في قدر من خلينا أقولها الشماتة الكروية يعني مش عايزة ألاقي لها لفظ مختلف هو الناس فرحت في ألمانيا ألمانيا هو ابتدى اليوم الأول يوم عادي ولذيذ ومفيش أي حاجة المغرب بتلعب كرواتيا الناس كلها متجمعها وفرحانة بالمغرب والمغرب قدرت إنها تاخد نقطة وده شيء لطيف جداً في مجموعة ما هيش سهلة أوي بالنسبة له وبعدين ألمانيا واليابان الناس قالت لك ألمانيا هتخش في اليابان جامد وهتدوس جامد وهتكسب جامد وحاجات كده إنما ده كان قبل اللقاء إيه لأن ظهر المشهد الفرقة وهي بتتصور اللقاء الصورة العادية صورة اللقاء يعني فعملوا بمشهد كده ورح حطيني يديهم على بقوم ناس فهمت المشهد في لحظته وناس كانت محتاجة شوية وقت عشان تستوعب وما الناس دي أصدها إيه وبعدها ظهر بيان من الاتحاد الألماني فواضح إن الموضوع مش هجمة يعني فردية كده ومش حاجة بطولية من اللعيبة يعني إن هم مع نفسهم لا ده الاتحاد بالجهاز الفني باللعيبة بالمنظومة بالبلد بيدفعوا عن المثلية وهم كانوا بالنسبة لهم الحركة دي يعني حركة إنه إنتوا يعني قيتوا حريتنا في التعبير وقيتوا حريتنا في إننا نحن نحط الشارع إياها وقيتوا اللي مش عارف إيه فالناس تحولت في لحظة ما بين إنها مع ألمانيا الفرقة الكبيرة اللي كل اللعيبة بتاعتها نجوم إيه 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 لإنه لا خلي بقى اليابان إن شاء الله ربنا يوفقهم مع إن إنت مراكش علاقة باليابان وهم مش شعب غلبان عشان ولا هم عرب ولا هم جرانة ولا هم غلبة وطيئة يعني عادي يعني شعب بعيد قوي وعادي يعني ما فيش حد ممكن يتعاطف مع فرقة بالقوة دي إلا لو في حاجة بتربطه بيه فالناس النهاردة اللي ربطتهم اللي ربطهم باليابان هو رفضوهم للعصل من منتخب ألمان القضية أنا الحقيقة لازم أحيل أول قطر إنها قدرت تقف قدام ده ومنعت تماما أي حملة بتروج للفكرة دي لفكرة المثلية أو فكرة الحريات الزيادة قوي في التعبير عن الحاجات والبتاع قطر قايت لك والله أنت عندي 30 يوم استحمل يا باشا وما تعرفناش بالبلد كده عندك حاجة عايز تعبر عنها بعبر عنها في بلدك أو في البلد اللي جنبك أو اللي جنب جنبك أو في الدوري اللي أنت بتلعب فيه لكن عندي احترم مكان ما عندوش الحاجات دي المبادئ دي مش موجودة عندنا مش بس في قطر لكن في المنطقة بالأكمل مش أجواءنا يعني الحاجات دي برا تمام عيش بقى في قصة نديحق إنسان وبتاع عيش انت مع نفسك لكن احنا عندنا القصة دي مقفولة وبالتالي ظهرت نغمة التعاطف قوية جدا مع اليابان في لحظة بدء اللقاء مش من قبلها خالص خالص امسك قبلها كده تلاقي صحابك وحبيبك وناس كتيرة كانت شايفة إنه ألمانيا وبنحب ألمانيا وألمانيا إن شاء الله إلى الأمام وبتاع وحاجات كده لكن ده ما حصلتش فكان فيها شماتة هي مش عارفة لقلها وصف تاني الحقيقة ألمانيا تقدمت والناس قلت لك بس جندجان سجل يلا ده هيجيبه التاني والتالت ولموتش يخلص لكن اليابان رده الحقيقة ورده بأداء محترم جدا وفوز مغلف بدعم كل العرب وكل المنطقة تقريبا بالكامل إنه شبه كان اللقاء اللي بيرد على المناوشات اللي بتحصل من أول بطول كل الفرق اللي جاية من أوروبا أو من الغرب جايين بفكرة إنه إحنا عايزين نعبر نحط بقى الشارة نتكلم نقول نعمل مش عايف إيه إحنا أحرار وقطر منعت ده منعا باتا وقالت لك لأ ما عنديش الكلام ده زي ما ما عنديش شربك وحليات داخل الاستاد جميل برضه احترم المكان اللي انت رايحه عادي وعلى فكرة هم مش منعانها في البلد يعني فكرة إنه الحريات مش مكبوتة يعني عادي اللي عايز يشرب بالليل بيشرب تمام اللي عايز يخرج ويخرج اللي عايز يعمل بيئة بس في حاجات كيف تبقى اللي واضحة في الملاعب وفي الإعلام وبتاعه ما تهزرش فيها وده طبيعي وزي ما أنا باجي عندك بقالي سنين السنين وبحترمك وبحترم إن انت ما يعني عندك قدر من من أي حاجة من الحريات بعايز تسميها من أي حاجة أنت عايزها أو أي حالة أنت عايشها أنا بحترمها ما بتكلمش فيها ومش ههجمك و تمام إنما يطلع نغمة إنه مثلا واحد زي هانس فليك قال لك يا قطر ما تستحقش أصلا أنها تنظم البطولة دي فان دايك برضو هاجمه وبعدين راجع بظهره مش عارف مين راح طالع ما يهاجم فالحكاية دي كلها تلخصت في مشهد لقاء ألمانيا واليابان إنه ألمانيا تعمل الحركة دي إن انتوا يعني مأيديننا ومدايقيننا وحاجات كده وبعدين ينزلوا وتغلبوا في أول مطش من اليابان وعندهم على فكرة فرصة أنهم يخرجوا يعني فيه احتمالية كبيرة أنهم يخرجوا من دور الأول يعني أنت المطش الجاي ده ألمانيا وأسبانيا لما يدبوا في بعض رأس برأس أسبانيا لو كذبت ألمانيا خرجت فأنت فاهم الفكرة راحة فين؟ فالنهاردة مشهد جمع عليه الناس والناس ضحكت الحقيقة وقيت لك يا عامة منتخب مكانات إيه وحكايات إيه ده طلعوا حاجات ومحتاجات ترياقة بقى وانتوا عارفين المصرين والعرب لما بالترياقة ومبارح شفنا مثلا السعوديين عملوا احتفالية عظيمة الحقيقة من الكوميكس والترياقة والبتاع على الأرجنتين شفت كمية الفيديوهات أنا والله اضحكت من قلبي في فيديوهات فيها أنا مش سهل خاص أن أنا أضحك في فيديو يعني إنما في فيديوهات أنا اضحكت بصوت عالي يعني من كتر حلوتها والتلقائية للسعوديين عاملين لها ده الحقيقة السعوديين يعني ادوا جامد للأرجنتين غير المطش بعد المطش احتفالية مرعبة الشوارع كلها سعوديين وانتوا عارفين اعداد الجالية السعودية وسهل جدا الوصول يعني من السعودية للقطر فالموجودين في 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 قطر اليومين دول لدعم المنتخب السعودي آلاف آلاف مبارح كان حضور تاريخي يعني في استادلو سيل ف فاللي حصل بعد اللقاء السعودية والمنوشات والترياقة والحكايات دي كلها النهاردة حصل بشكل مختلف إنه يعني ما أنت أصلك ما هي الحاجات دي ما بتجيبش أصلكها طبعا الواحد بيش عاد في الكلام بروح طبعا بيحصل أنتوا عارفين الرقابة بس في الآخر وفي الأول أنتوا فاهمين القصة ماشية إزاي هم كانوا بيدفعوا عن القضية دي وشايفين إن هي يعني من حقهم إنهم يعبروا عنها وموضوع المثلية دا احنا أحرار فيه وما لكوش دعوة بينا ودي حق من حقول إنسان وحاجات كده إنما زي ما أنا قلت لك أنا بحيي قطر على إنها وقفت لده بقوة آآ بحيي الياباني النهاردة إنها جزبت ألمانيا بعد مشهد الحقيقة استفز الناس خلينا نقوله كده يعني ببساطة وبحيي كل واحد النهاردة كان رافض المشهد دا لإنه ببساطة أنت النهاردة يعني لو ولد صغير بتفرج على المطش مع أهله وبعدين سأل أبوه قال له هما ليه الألمان عملوا كده ليه يعني ليه حاطين يديهم على بقوهم فهو حاجة من الاتنين يا إما هيحور وهيقلب الموضوع في حتة تانية يقول أي حاجة بقى ليه علاقة بأي تصراحات ولا بتاعة يا إما هيشرح له وهيشرح له وهو يعني بيحسس على الكلام أو هيشرح يعني بالتعابير ومراضفات يعني مظبوطة فإنت تعبت الناس ليه يا عم قضيتك روح بقى يعملها في بلدك وما حدش يعني إحنا ملناش دعوة إحنا بقلنا سنة سنتين بنشوفكو في الدوريات وفي الاحتفالات بتاعتكو وبتاع أنتو مقضينا الحاجات دي إحنا ملناش دعوة ما تجيش عندنا هنا وتقرفنا يعني بالبلد كده بقونتها الوضوح فالحقيقة كان ماشية حلو بقونتها الصراحة يعني اليابان عملت ماشية حلو وكلنا اتبسطنا بأن اليابان كسبت ألمانيا وكل اللي حصل بعد المطش كان في المنطقة دي برضو أن الناس كلها سعيدة منتخب ألمانيا ومنتخب عظيم وتاريخه عظيم وبتاع لكن حركة بلدي قوي وملاش لازمة وملاش مكان وملاش محلم الإعراب وسخيفة في مكان عربي بلد مسلم وسط عرب ومسلمين يعني ما تبقاش مستفز يا أخي يعني ما عايز تعبر عن حاجة وعمل نفسك بقى بتاع حقول إنسان قوي وأن انت يعني حسيس قوي في الحاجات دي عندك أوقات تانية كتير قوي يعني السنة كلها مليانة ناسيب الشهر ده الكاس العالم في قطر إن شاء الله لما يتعامل بقى عندكم في أي حتة في أمريكا في أوروبا في بتاع بقى يعيش أنت عبر زي ما أنت عايز ترجمة نانسي قنقر